مرحبا بكم مشاهدين الكرام في وعد شاتكم الجوزة الرئيسية لتطلع لكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي إذن نبدأ ورقتنا الجوزة ومشاهدين الكرام بالصورة اللي اخترناها لكم من نهار اليوم نحب لكم لإحدى الأماكن الجميلة والرائعة من صحراء الجزائر اليوم اخترت لكم ولاية ورقلة أكيد منظر طبيعي جميل عبر عن جمال صحراءنا الجزائر بنسبة الوضع الجزائر المرتقبة نعودون نرجع الحديث أكثر على الوضع الجزائر المرتقبة إن شاء الله إضافة جوية رح تبقى في الموعد أمطار كذلك رح تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر إن شاء الله أمطار شهدناها رح تبقى جد غزيرة تتروح من 20 حتى 50 مم محليا لما يكون مشاهدين الكرام مثل هذه الوضعيات الجوية عليكم بأخذ الأمور بجدية وكذلك قبل تنقل من ولاية إلى أخرى عليكم بمعرفة وضعية الجوية في كل ولاية رح تتلقل لها بتفصيل مشاهدنا الكرام إذن درجات الحرارة وضعية المرتقبة قبل ذلك مشاهدنا الكرام أمطار إذا إن شاء الله رح تكون في الموعد على قسنتينة على عيندفلة على أملب واقي الصفاءة على العموم رح يعم على الولايات السحرية الوسطى وولايات الداخلية كذلك على الولايات السحرية بعض السحب الكثيفة تبقى في الموعد على منطقة الصورة درجات الحرارة كما لاحظوا منخفضة إذن هذا المنخفض الجوي كذلك رح يكون محمل بدرجات حرارة منخفضة تخفضت من 8 حتى العرش الدردات مئاوية على الفجر 17 درجة على الجزائر بومردات تيبازا نسجن مقياس 17 درجة مئاوية إن شاء الله على وهرن على مستغانة من نفس المقياس على النابطار فسكي كذلك القالة 14 درجة مئاوية نسجنها على قسنتينة على أملب واقي عند دفلة 15 درجة على تزيوزو على البويرا نفس المقياس على تلمسان منطقة الغزوات نفس المقياس حتى الخط الرابط مع الجلف والغواط تيارت كذلك 20 درجة مئاوية على منطقة صورة 22 درجة مئاوية على غردايا زلفانيا بريان 20 درجة مئاوية على ورقلات توقرت حسيم سعود حسي بركين و33 درجة مئاوية بأقسى الجنوب برج برج مختار إنجزام عين أزوا وأباليسا بنسبة الوضعية المرتقبة إن شاء الله مشاهدنا الكرام بعد ظاهرة نهار الغد استرابة جوزة أمطار تبقى في الموعد على قسنتينة أم البواقي على الجلفة على الغواط سحب كثيفة أجواء غائمة إذن إن شاء الله على البيض مشرية والنعامة أمطار غزيرة عليكم بتوخي الحيطة والحذر على إليزي ووسط الصحراء عين صالح بعض الضباب إذن رح يكون في الموعد عليكم توخي الحيطة والحذر خاصة لمستعمله الطرقات لأنه الضباب رح يعيق النذر بأقصى الجنوب بعين الزامعين أزوى جانت واتامنرس كذلك درجات الحرارة إن شاء الله مشاهدنا الكرام أجواء خالفية بامتياز درجات الحرارة منخفضة خاصة على الوليات لضب العليا نسجل 22-25 درجة مئاوية على سطيف باتنا خنشلة على أريس على عينة زالعين أرنت للجلفة البيض مشرية ونعاما نسجل 23 درجة مئاوية 38 درجة مئاوية على بناء 60-40 درجة بوسط الصحراء 43 درجة مئاوية بأقصى الجنوب برج بجي مختار إنجزا معين أزوى وأباليسا بنسبة لحل البحر البحر مع الصباح رح يكون مضطر بهايج لكن بعض الظاهرة نلاحظوا أنه رح يرجع شباب على السواحل الشرقية والغربزة قليل الترب على سواحل العوانات نسجلس اتجاهة الرياح على السواحل الشرقية إن شاء الله رح تكون إذن شمالية غربزة إلى شمالية الشرقية على سواحل العوانات نسجلس حتى سواحل الغربزة سواحل المرصة بن مهيدي مشاهدين الكرام لنحقنا الختام موعد نشرتكم الجوزة رائزيا نختموها بالموعد الفلكي إذن الشرق على ساعة 36 و39 دقيقة صباحا أما الغروب على ساعة 46 دقيقة مساء في الأخير لفتتوا إذن نشرة الجوزة ولمزيد من المعلومات نقول لكم مع لكم غير زوروا فيسبوك يوتيوب انستغرام مواقع القناة أكيد لهي دايما في خدمتكم نقول لكم بقاوا مشاهدين الكلام مع برامج الوطنية تيفي وكذلك في الختم إذن نقول لكم بأنه تابعوا النشرة الدولية العالمية بعد هذا النشرة الجوزة بقاوا لأخير تحرفوا حتكم اشتركوا في القناة